نتابع انفعال الغضب وآثار الضخمة على الإنسان وعلى من حوله قلنا في الحلقة الماضية وقلنا الغاضب إذا كان في العائلة أو في الأسرة ينتشر الخوف والتوتر ونوبات الغضب هذه سوف تنتقل للأطفال كأنك تورذ انفعال الغضب للأطفال اعتقادا منهم أن هذه الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأحداث من حوله فيما يكبرون يتعاملون بنفس الطريقة ويعتبرون الغضب اختيار مفضل لهم مرات القوة تكون بالليونة ومرات بالمرونة ومرات بالقوة ومرات بالرحمة ومرات بالعطاء إذن ومرات بالاستراتيجية ليس الغضب ترجمة نانسي قنقر